بداية ملفاتنا اليوم من العراق حيث ارتفى عدد القتلى في احتجاجات ناصرية جنوبية البلاد إلى 25 قتيلا وافادت مصادرنا بأن متظاهرين سيطروا على جسر الزيتون بالمدينة الواقعة في محافظة ذيقار وأقدموا على إحراق مقر ريف فوج التدخل السريع وقيادة المهام الخاصة بعد اقتحامهما وقرر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إقالة رئيس خلية الأزمة في ذيقار الفريق جميل الشمري بعد مقتل المتظاهرين وفي مدينة النجف فادت مصادرنا بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من سبعين بجروح وذلك في مواجهات مع القوات الأمنية وقطع متظاهرون طرقا رئيسية في المدينة في بغداد فاد مسؤول عراقي بمقتل أربعة متظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن وسط العاصمة قال المسؤول العراقي إن 22 متظاهرا على الأقل أصيبوا في تلك الاشتباكات وسيطرت مجموعة عشائرية عراقية على جسر فهد الرابط بين الناصرية وبغداد كما أعلنت عشائر الغزي توجوها نحو ساحة الحبوب بمدينة الناصرية في محافظة ذيقار لمؤازرة المتظاهرين أعلنت عشائر عراقية حمل السلاحة في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق على خط الأزمة المشتعلة في العراق تدخل العشائر بقوة وههم أبناء البدور والغزي يرفعون السلاح لحماية أبنائهم المتظاهرين حسب ما أعلنوا في الناصرية مركز محافظة ذيقار قبل أن يسيطروا على بعض المناطق الحيوية فيها الغضب سيد الموقف هنا وفي مناطق أخرى جنوبا شهدت البلاد أحداثا دموية مع اضداء قوات الأمن على المحتجين في ذيقار والبصرة وغيرها راح ضحيتها العشرات فهنا يشيع أهالي سماوى جنوبي البلاد أحد أبناء العشائر وقد قتل برصاص قوات الأمن ومع هذه التحركات الغاضبة لأبناء العشائر تدخل الاحتجاجات منعطفا جديدا لا يعلم بعد أين ينتهي به المطاف لكن المؤكد أن تساعة مشاركة أبناء العشائر ستزيد من زخم الاحتجاجات في مناطق عدة ومنذ بدي الاحتجاجات توالت مواقف زعماء العشائر حيال التطورات المتسارعة في البلاد في مجملها تؤيد المظاهرين وترفض الإجراءات الحكومية إذ أكد بعض زعماء العشائر استمرار دعمهم للاحتجاجات الشعبية حتى رحيل الحكومة في وقت رفض فيه شيخ عشائر في وسط وجنوب البلاد دعوة وجهها رئيس الوزراء عدل عبد المهدي للقائهم أواخر الشهر الماضي ومن المعروف أن عددا من العشائر العراقية مدجج بالسلاح وسط مخاوف من إشهاره مما سيقود الأمور إلى مستوى آخر لا تحمد عقبه ينضم لنا الآن من عمان السياسي العراقي فهران الصديد سيد فهران أهلا بك معنا إذن تطورات متسارعة تصعيد نشهده في عدة محافظات جنوب العراق ذيقار البصرة النجف وبالتالي نحن أمام أي مشهد اليوم بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلى جميع متابعين من قناة سكاي نيوز وأعزي أسر الضحايا الذين سقطوا بيد للأسف الشديدة للأجهزة الأمنية والشفاء العاجل للجرحى الأمر الآخر والمهم أنا أريد أقول أني أرفع هذا العقال تحية لأبناء أنا أبناء العراق في بغداد وفي الناصرية وفي النجف وفي كربلاء لقد عدتم لنا الهيب وعدتم لنا الكرامة وأثبتت أنكم لا تقبلون أن تكونوا تبعا لأي جهة كانت ومهما كانت الأحداث الأخيرة التي بدأت ومنذ أمس بدأت تأخذ منحنة آخر ومنحنة خطير جدا وخاصة في هذا اليوم اليوم لو جمعنا للأحصائية أكثر من 30 قتيل في العراق وأكثر من 320 جريح الأمر الآن دفع بأبناء العشائر وشيوخ العشائر بأنها تبدأ بأن تؤازر أبنائها الذين يسقطون ضحايا للعنف المتبادل من مكافحة الشعب وليس مكافحة الشغب للأسف الشديد ويجب أن تعي الحكومة أن أبناء العشائر لديهم قانون عندما يرفع السلاح لن ينزل هذا السلاح إلا بالحق فعليهم أن يتداركوا هذا الأمر ولو أن الأمر ليس بيد حكومتنا للأسف الشديد لأنه فاقد الشيء لا يعطيه القرار هناك في طهران وعليهم أن يكونوا أما مع الشعب أما يكونوا مع طهران وأنا أنصحهم أن يكونوا مع الشعب لأنه لا يوجد منطقة وسط ما بين هذا والآخر الإيران الآن أصبحت في زاوية ضيقة الشعب العراقي كله ينبذها من شماله إلى جنوبه وتمثلت في حرق القنصلية في البصرة وفي النجف وحاولت دفع أبناءها لطرد كل ما له علاقة في إيران أو أذناب إيران السيناريو الذي حصل في إعذرنا المقاطعة ولكن تحدثت عن نقطة هو تدارك الأمر هذا المشهد الذي يتجه بشكله بآخر للتصايد سيد فهران هل تستطيع اليوم الحكومة العراقية تدارك أو بشكله بآخر تهديئة هذا التصايد ومنشهده اليوم في جنوب العراقي خاصة على ما يبدو حتى اللحظة سيد فهران بأن هناك تعويل ورهان على المقاربة الأمنية من قبل الحكومة العراقية عندما تتجه إلى تشكيل خلايا أزمة بأمر من رئيس الوزراء للأسف هذا ما تراهن عليه وهي مخطئة في هذا الرهان لأنه بالأخير هناك كثير من ضباطنا في الجيش العراقي ومن أجهزتنا الأمنية لا يرضون هذا الأمر لأنهم أبناء هذا البلد الرهان الوحيد للحكومة وللخلاص من هذا المازق بأن ترحل هي وسياسيها لا يوجد حل ثاني أي حلول أخرى لأن يقبل فيها الشارع العراقي بعد أن سالت الدماء وبعد أن انتهكت الأعراض وبعد أن قامت الميليشيات بما لم تفعله في أي بلد آخر هذا الأمر أصبح محسوم بالنسبة للشارع العراقي ولا أعتقد هناك عودة إلى مفاوضات أو تغيير حكومي أو تبديل وزراء للأسف الحكومة هي في الحقيقة الأمر جدا غريب جدا وليس غريب ولكن يجب أن نعرف أن القرار ليس في يد حكومتنا هذه المشكلة الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ووزراءه ومجلس النواب الأمر ليس بيدهم لو كان بيدهم قد يكون هناك حلول أخرى ولكن هم يؤتمرون وهذه الأوامر التي تأتيهم هي التي وضعتهم في هذا المحق الخطير جدا والذي سينتهي إلى سعر الدماء القرار ليس بيد الحكومة العراقية سيد فهران ما نشهده اليوم في الجنوب العراقي النجف كربلا لما لها من أهمية ورمزية أيضا سيد فهران هل هذا مؤشر بأن هذه الجهة يعني اليوم قلقة من تطور الأحداث هل باتت تخشى بأن تخرج الأمور عن سيطرتها إن لم تخرج حتى اللحظة هي بدأت تخرج بدأت تخرج اليوم دخول العشائر والأسلحة بدأت تخرج ونتمنى أن الحكومة تدارك هذا الأمر بأن تتوكل على الله وتترك البلد لأنه لا مكان لها الأمر الآخر رمزية المهمة جدا حرق السفارة الإيرانية وفي النجف الأشرف النجف الأشرف هذا البلد الذي مدينة العلم والعلماء والشعراء والأدباء الذين نبذوا هذا الوجود الإيراني في مدينتهم ووصل الأمر بأنهم قاموا بطرد حتى الذين جاءوا للزيارة إلى النجف الأمر الآخر الناصرية الناصرية هذه ناصرة المظلوم هذه الناصرية هي قلب العراق العربي لا يمكن أن تقبل بأن يقتل أبنائها أو يهان الشعب العراقي أو يعتدى على كرامته لا الناصرية لا يجب أن يعرف عادل عبد المهدي بن الناصرية كيف لا يعرف أهل الناصرية ورجال الناصرية وشجعان الناصرية هذه هي قلب العراق العربي الذي كل الحركات التي حصلت في العراق والثورات بدأت من الناصرية ورجال الناصرية لكن للأسف أنهم لا يقرؤون التاريخ لأنهم جهلة والجاهل لا يعي ما يحدث حوله الأمر الآخر النقطة المهمة ثورة النجف اليوم والأمس هذه جدا مؤشر خطير جدا كربلة هذه المناطق التي كانوا يظنون بأنها هي الحظن لهم ولكن اليوم خرجت عن هذه السيطرة وبدأت تنبذ كل من له علاقة في الحكومة أو في إيران وبدأت تنبذهم حتى من المحافظة أو من مناطقهم الأمر احتاج أعذرنا المقاطع ولكن قد يقول لك قائل بأن ما نشهده اليوم عصايد آخر أمس فقط كانت هناك تصريحات خرج بها رئيس الوزراء عدل عبد المهدي هناك حزمة من ربما الوعود هناك حزمة من الإجراءات هناك حزمة من الخطوات التي بدأت ربما الحكومة العراقية بالخطوة في هذا الطريق وهناك إجراءات أخرى سربما تطبق في القريب العاجل وبالتالي قد يقول قائل بأن الحكومة العراقية تلبي بشكله بآخر ما كان يطالبه المتظاهرون لا يمكن أن تلبي طلبات المتظاهرين الموضوع ليس موضوع تغيير وزير أو قالت وزير أو قالت مسؤول هذه ليست هي المطالب المطالب أكبر من هذا ولكنهم لا يشعرون بهذا الأمر أيضا حتى لو حاولت أن تطبق ما قالته فهي لا تستطيع لأن البلد فيه أزمة اقتصادية في أزمة سياسية في أزمة حسكرية في أزمة أمنية في أزمة اجتماعية هناك العفو أزمات كبيرة في البلد لا يمكن أن تقوم الحكومة بحلها هذه تراكمات 13-14 سنة تراكمت لا يمكن أن يحلها عادل عبد المهدي بقرار ثم حتى القرارات التي تصدر من عادل عبد المهدي أو من الحكومة لا تطبق على أرض الواقع بالأمس العفو بالأمس صدر قرار من مجلس النواب وبالجمع كل نائب من النواب مرفوع عنه الحصانة التي ثبتت عليه جريمة أو سرقة ولاحظنا في اليومين الأخيرين ثلاثة أربعة من النواب يتم اعتقالهم بتهم مثبته ويخرجون بعد ساعتين بحجة لديهم حصانة أيضا حل مجالس المحافظات لا يطبق في المحافظات هم يمارسون عملهم ولم يستمع لهم الأحدا لا من أعضاء المحافظات ولا غيره الحل العسكري لا يمكن أن يوصلهم إلى نتيجة ولاحظنا ما حصل في الناصرية للأسف الشديد أنه جميل الشمري آخر اسمه الشمري أنه يقوم بهذا الفعل الشائع ضد بناء المحافظة هذا مرفوض مرفوض من الجميع ولا نقبله ولا يقبله أي عاقل الحكومة هي مرتهنة ويجب أن يعرف العالم أن الحكومتنا مرتهنة العفو وليس لديها القرار المستقل نحن نعول على الأمة العربية نعول على المجتمع الدولي نحن ننتظر المساندة المساندة ليست مادية ولا حسكرية نحن ننتظر أنه هناك يكون إجماع دولي لا جامعة العربية وقفت معنا ولا دول عربية ولا بالتصريح ولا بأي كلام للأسف الشديد حتى الأمم المتحدة تصدر تصريحات على استحياء الولايات المتحدة الأمريكية على استحياء رغم أنه الشعب العراقي يقتل يومياً ويهجر وكل الأساليب البشعة اجريت في العراق الأمر الآخر لاحظي يختيب أنه ما حصل في لبنان من الذي قام بيضرب الامتظاهرين أمل وحزب الله أمل وحزب الله في العراق أيضاً هؤلاء الشرائح أعذرنا على المقاطعة ولكن انتهى وقت ووصلت الفكرة بكل تأكيد شكراً لك فهران الصديقة السياسية العراقية كنت معنا من عمان اشتركوا في القناة